السكر والحالات اللي هي بتعاني من مرض ارتفاع السكر في الدم إزاي تكون التغذية الصحية ليهم أو المناسبة وإيه البدائل اللي ممكن تكون أمنة بالنسبة لهم وتقيهم من مضاعفات مرض السكر في الجو البرد اللي احنا فيه الحمد لله بدأ يتحسن شوية لكن احنا مازلنا برضو فصل الشتاء والبرد وطوبة كمان لسه دخلة بالمناسبة فربنا يعدي على خير النهاردة هنتكلم مع دكتور ريانور حسب الله خصية التغذية العلاجية على تغذية مرض السكر زكا دكتور صباح الفل والبرد إيه الأخبار؟ الحمد لله الدنيا زبطت شوية الجو بدأ يثبت النهاردة والحمد لله شوية انتي لسه مش مقتنع عبدالنه جو برد برد هم يومين بقى ان شاء الله يعدوا كده على خير بكل ما فيهم النهاردة هنتكلم على مرض السكر وتغذية مرض السكر عايزين نبدأين كده نعرف النص هو السكر يعني إيه؟ مرض السكر فيه نوعين نوع أول ونوع تاني نوع الأول بيبقى مناعي المناعة بتهاجم البنكرياس اللي هو بيفرز إنسولين فالبيتسالز اللي بتبقى موجودة بتبقى الشغالة عشان تيفرز إنسولين مع الوقت طبعا بتموت خالص بس ممكن البنكرياس بيفرز إنسولين قليل جدا أو ما فيش إفراز إنسولين خالص ده نوع أول ويعني في الطبيعي بيجي من سن صغير يعني هو بيبقى حد مولود بي بيجيله في سن صغير ده بيبقى حاجة منعية في البنكرياس النوع التاني بيجي على كبر بيجي بسبب زيادة الوزن بيجي لعوامل ورصية بيجي لحاجات كتير قوي في حاجة عايزة أقولها إنه حتى لو عندي تاريخ في العيلة أنا مثلا بابايا ومامتي وكذا حد عنده سكر الناس ما معتقدة إنه لو أنا بابايا ومامتي عندهم سكر فأنا كده كده هيجيدي سكر الكلام ده غلط مش صحيح لأنه لو هو ورثين موجود لو أنا مزبطة أكلي مزبطة وزني وكل حاجة هو عمر ما هي ده بالنسبة للنوع التاني إنما لو نفس السلوك الغذائي بتاع الأسرة والكلام ده طبعا طبعا إنت اللي بتمرن الجينات بتاعتك تعمل إيه إنت الأكل ده عبارة عن معلومات بتدخلها جسمك زي الكمبيوتر والجسم بيبتدي على المعلومات اللي إنت بتدخلها ده يتحرك فأنت بتاكل سواء بقى بتاكل أكل صحي أو أكل غير صحي طبعا بتدخل الجسم معلومات المعلومات دي بتترجم لحاجات تانية فالجينات بتبتدي تشتغل هنا بنعجز الكمبيوتر أوه فأنت بتبتبه لو الشعب المصري جمان إحنا أحسن يعني فبتدخلوا الانفورميشن دي بتبتدي تترجم فأنت يا إما هتخلي الجينز بتاعتك جيناتك تشتغل صح يا إما هتخليها تشتغل بشكل غلط يعني هو دايما يقول لك الأكل يا دخلتو كحاجة مفيدة لجسمك يا دخلتو كسم الجسمك النوع الأول بيعتمد على الإنسولين لازم 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 يأخذ إنسولين ما ينفعش وفي ناس بتمشي بمب لو أطفال صغيرة أو على حسب الكيس بالضبط بيمشوا بمب بتبقى محطوطة طول الوقت بتدي جرعات إنسولين معينة عشان ما فيش إفراز إنسولين زي منظم ضربة القلب النوع الثاني أسهل بكتير لأنه في نوع تاني ممكن ياخدوا تابلت حبوب ياخدوا إنسولين بكميات بسيطة على حسب المرحلة وصل 2000 بس الحاجة الكويسة الحاجة اللي الناس ممكن تتفائل بيها أنه النوع الثاني بيروح لو حد سكر نوع تاني هو اللي بيحصل إيه أنه دلوقتي البنكرياس بيفرز إنسولين بنسبة قليلة قوي بلس أنه فيه مقامة إنسولين فولا البنكرياس بيفرز الإنسولين بنسبة كبيرة ولا الخلايا حاسة بالإنسولين لأنه فنسبة السكر بتعلى في الدم موسيقى